بتبدأ الحلقة التامنة بعدما الغريب ساب معسكر الهرفوتس ودخل حدود منطقة جرينوود وبيكون معا تفاحة نوري وبيفتكر كلامها لما قلت له انه راجل صالح لكن التفاحة بتقع منه فجأة وبتتضحرك بعيد ولما رجع يدور عليها لأحد غامض خطفها من قدامه ولما قرب منه تخيل انها نوري لكنهم بيكونوا الكائنات الشريرة اللي كانت بتدور عليه وبيقولوا للغريب انه هو اللورد ساورون سيد الزلام وهم جايين لخدمته وعاوزين يرجعوا لأرضه وفقدانه للذاكرة واللغة نتيجة حجاب سري وضعوا عليه أعداءه قبل ما ينفوه وبيطلع لهم ورقة النجوم وقالوا له ان فعلا دي موطنه في أقصى الشرق في مكان اسمه رون وهناك هتعرف نفسك على حقيقتك وهتكتشف قوتك ورغم انك سقط من النجوم لكنك أقوى منها لما بتغضب وبتقدر تحرك النار والمية وتتحكم في العناصر وفرون هتقدر تسيطر على كل العناصر وتتحكم فيها بسهولة وكل الكائنات هتطيع أواملك وتخدمك لأنك اللورد ساورون سيد الظلام وبيفكوا التعويزة من الغريب لكن قوته بدأت تزيد بدون سيطرة وبيحطوا عليه التعويزة مرة تانية وبيغمى عليه وقالوا انه هيقدر يتحكم في قوته لما ينقلوه لأراضي رون وقرروا يربطوا مؤقتا واستعدوا لنقله لمنطقة رون وفي نفس الوقت بيكون الرون دي مجتمع مع كليبرنبور في إيرجون مدينة الحددين وبيتناقشوا مع بعض عن فشلهم في الحصول على كميات من الميثريل وكليبرنبور بيحاول يفكر في طريقة خليه يقدر يصنع ميثريل كتير من القطع الصغيرة اللي أخدها من إيروند لكن إيروند قال له مفيش وقت ولازم الجن يغادروا من هنا ونشوف مكان تاني نعيش فيه وبتكون جلدر الركبة الحصان لمدة 6 ايام ومعاها هالبرند المصاب ودخلت بي إيرجون علشان يعالجوه وهناك شافت إيروند وكليبرنبور وطلبت منهم المساعدة وفورا بينقله هالبرند للأطباء وبيعالجوه وقالت لإيروند إن ده ملك الأراضي الجنوبية بعدها إيروند بيعتذر لها إنه حطها في السفينة وبعتها الفالينور وكان المفروض يثخ فيها من الأول وجلدر قالت له إنها نطت من السفينة وحصل لها حاجات كتير في المحيط وقدرت تسبح ومفيش قدامها غير مواصلة السباحة باقي حياتها وفي ورشة كليبرنبور بيروح هالبرند يدور على جلدر لكنه مش بيلاقيها وبيتعرف على كليبرنبور وبيقدم له مهاراته في الحدادة وبيعرض عليه المساعدة وبيشوف حجر الميثريل وسألوا عنه لكنه قاله للأسف ده معدن نادر مهم جدا للجن لكنه غير كافي وهالبرند اقترح عليه دمج الميثريل مع خامات تانية تعزز من قوته أو الغرض المستخدم عشانه لكن كليبرنبور قاله إن إضافة خامات تانية هتخفف من تركيز قوة المعدن وهالبرند قاله دور على المعدن المناسب اللي يعزز من قوته فالنيكل للحديد بيخليه أقوى وأخف وزن وكليبرنبور أعجب باقتراحه وبنروح لنومنور وبيكون فرعون بيعمل مسابقة للرسمين علشان يرسموا صورة للملك والد ميريل وقال للرسمين إنه هيسيب كل واحد فيهم مع الملك لمدة ساعتين ولازم يستغلوها كويس ويرسموا صورة جميلة وبتكون آياريان بنت إلنديل واحدة من الرسمين دول ولما بيجي دورها في الرسم بيطلاحز إن الملك تعبان لكنه بيمسك إيدها وبيقول لها مفيش وقت يا ميريل الصغيرة وإياريان قالت له إن مش هي الملكة لكنه قال لها إنها هتكون ملكة لإنه يعرف اللي هي ما تعرفوش ولو ما تحركوش بسرعة نومنور هتكون في خطر وإياريان افتكرته بيخرف وراحت تطلب المساعدة لكنها مش بتلاقي حد ولما رجعت لقتي الملك مش في السرير وقال لها قربي وما تكرريش أخطائي لإنه عارف أخيراً إن مش ممكن فصل الحاضر عن الماضي والمستقبل وبيكشف لها عن حجر بلانتير اللي بيشوف المستقبل بعدها بنروح لإيريجون واجتمع الملك جيل جالاد مع كليبرنبور وإيروند وجالدريل وكليبرنبور اقترح على الملك فكرة استوحاها من كلام هالبراند وقال له إنهم ممكن يصنعوا قوة من المثريل في شيء حجمه صغير ويكون على شكل دائري لإن الشكل الدائري مثالي جداً لمرور الضوء بشكل مستمر واقترح إنهم يصنعوا تاج يلبسوا جيل جالاد بنفسه لكن الملك بيرفض لإن الفكرة محفوفة بالمخاطر وبيغضب كليبرنبور وقال له إن المثريل فرصة للحصول على القوة مش من الجسد إنما على الجسد ودي نفس العبارات اللي قالها أدار لهالبراند في الأرض الوسطى لما كان بيتكلم عن قوة سورون ومع ذلك الملك أمر بإخلاق مدن الجن قبل سقوط آخر ورقة من الشجرة المضيقة في لندن وبعد الملك ممشي جالادريل سألت كليبرنبور هو جاب الكلام اللي قاله ده منين وسألته انت قابلت هالبراند لكنه ادها إجابة غمضة ومشي وإيروند ترجى الملك يديهم فرصة ثلاث شهور قبل الإخلاق لأن لسه فيه أمل ولو ضعيف والملك بيوافق على ثلاث أسابيع بس وفعلا بيبدأ كليبرنبور بتجهيز العمل على خلط المثريل بمساعدة هالبراند وجالادريل بصت على هالبراند من بعيد لكن بشكل مختلف وشكت فيه وفورا طلبت من الجن المسؤول عن السجلات والمواليد انه يبحث في تاريخ الأراضي الجنوبية وأنساب الملوك والأشخاص على مر تاريخها بعدها قابلت هالبراند وقال لها انه مش مصدى انه وصل لمدينة إيرجون وكمان بيشتغل مع الحددين وشكرها انها أنقذت حياته ولو لو قفها جنبه كان زمانه استسلم وحط إيده على كتفها وقال لها انه مش هينسى مساعدتها أبدا وهيكون حريص برضو انه محدش ينساه وكلامه زود شكوك جالادريل وفهمت العبارة الأخيرة كأنها تهديد وبنرجع لجرين وود وبيكون الغريب لسه مربوط وقررت نوري والهارفوتس يساعدوه على الهروب وسودك ونوري بيفكوه وأم نوري راحت تشغل الأشرار لكن وهي في الغابة لقت الغريب مغمى عليه هناك واتباح ان المربوط واحد من الأشرار وعمل كمين علشان يقبض على الهارفوتس وبيطعنوا سودك وبيتصاب في العملية دي لكن بيظهر الغريب وعمل موجة صدمة في الأرض وهاجم الأشرار لكنهم هاجموا بسحرهم وتفوقوا عليه وحصروا وفضلوا يتحكموا فيه لحد ما أغمى عليه تاني وواحد من الأشرار قال للتاني فك الحجاب وخليه شوف وبعد ما فك التعويزة مباشرة الهارفوتس ما استسلموش وفضلوا يزقلوا طوب ويساعدوا الغريب وبدأ الأشرار يولعوا في الغابة ويحرقوها بالهارفوتس كلهم لكن نوري قربت من الغريب وصحته وطلبت منه يساعدهم لكنه قال لها انه عارف نفسه على حياته وطلب منها تبعد عنه لكنها قالت له انها متأكدة انه راجل طيب وجاء في طريقهم للمساعدة مش للشر وبياخد العصايا السحرية من الأشرار وبيطفي النار وبيوقف سحرهم وعمل عرض سحر بالعصايا وتفاجئ الكائنات المظلمة دول انه مش ثورن لكنه ساحر وعرفوا انهم كانوا على خطأ من البداية والغريب وقف وقال لهم انتوا جيتوا من الظلام وهرجعكم للظلام مرة تانية لان أنا راجل صالح وبتتحول اجسامهم لهياك العظمية مضيئة وبعدها تحولت لفراشات وانهارت وتلاشت وبعد ما استقر الغبار قعدت نوري وامها وبوبي والسحر مع سودك وقال لهم انه بيحتضر وطلب منهم يقعد شوية يشوف شروق الشمس الأخير وفي نفس الوقت بتكون سفن من نور لسه في طريقها في البحر والكل حزين بسبب الهزيمة وخسارة الجنود وإلندير راح يساعد ميريل وقال لها هاتي ايدك علشان ساعدك لكنها قالت له ومين هيساعدك بعد ما فقدت إزي الدور ولو عاوز تستقيل بعد ما نوصل مفيش مشكلة لكنه قال لها انه هيضحي للنهاية مهما كان التمن وبيبلغوهم انهم وصلوا لسواحل نومينار لكنهم اتفاجئوا بتغيير العالم وفرعون او فرزون عمل انقلاب ضد جالادرل وانا بفضل اسم فرعون لان تولكين استوحى الشخصية من فرعون موسى وهو يعتبر اخر ملوك نومينار قبل الطفان وكان عنده جبروت زي فرعون بالزبط وادعى الالوهية كمان واضطهد المخلصين ومات غرقان في البحر علشان كده بفضل تسمية اسم فرعون وفي ايرجون بيحصل انفجار في الورشة لان المثريل رفض يختلط مع معادن اقل منه وقرروا يبدأوا من جديد وفي نفس الوقت مسؤول السجلات جاب لجالادرل ايما باخر ملوك الارض الجنوبية واتصدمت لما عرفت ان اخر ملك مات من الف سنة وما كانش له وريث ووجهت هالبراند باللي عرفته وقالت له انت مين لكن هالبراند قال لها انه لقى درع الملكية مع واحد ما يتعس فينا يعني ما جذبش عليها من البداية وقالت له طب ليه اقنعت الملكة بالحرب في الاراضي الجنوبية هالبراند قال لها انت اللي اقنعتيها واكبرتيني على دخول الحرب معاك وسألته تاني انت مين وهالبراند قال لها انه هو سورون وبتغضى بجالادرل وحاولت تقتله لكنه وقعها على الارض ودخلت في حالة اشبه بالحلم وبدأ سورون يتلاعب بذكرياتها ولقيت نفسها في لالينور وبتقابل اخوها فينرود المزيف وحاول اقنعها انه ما ماتش بسبب سورون انما مات بسبب رغبته في نشر السلام وسورون برضو كانت مهمته نشر السلام في الارض الوسطى واحياءها وشفاءها وقرب منها وقال لها الميس الظلام مرة تانية لكنها بصت له وقالت له ان اخوها مات بسببه وثابته مشيت وهو بيصرخ عليها لكنها بتلاقي نفسها فجأة في الطوف في بحر سيندرينج مع هالبراند لما تقابله اول مرة وقال لها انه بعد هزيمة مورغوث اتغير ايمانه لان مورغوث كان عاوز الشر انما سورون بيدور على الخير وبتحاول جالادرل تفهم كل شيء وسألته ازاي حارب جنبها في الارض الجنوبية ومش قادرة تصدق انه هو سورون لكنه قال لها انه كان عاوز يفضل في الامنور لكنه غادر علشان يكون جنبها وما كانش بيحارب علشان البشر في الارض الجنوبية انما كان بيحارب ضد العدو المشترك وهو ادار وطلب من جالادرل انها تكون ملكة لما يحكمه الارض الوسطى ومش هيكون ملك ظلام طول ما هي جنبه وطلب منها تربطه بالنور وفي المقابل هو يربطها بالسلطة لانه معتقد انه يقدر يعمل خير لكن المشكلة في معنى كلمة خير بالنسباله ومعناها مرعب وبتتقلب الكاميرا وبيظهر انعكاسهم في المية وبتكون جالادرل بشكلها الطبيعي لكن هالبراند بيظهر بدرع سورون الكامل وده رد مباشر على سؤالها الاخوها في الحلقة الاولى لما قالت له ان الاضواء بتنعكس في المية زي ما بتنعكس في السماء وما بنعرفش اي طريق فيهم ممكن نمشي فيه وساعتها فينرود قال لها ان في بعض الاحيان ما نقدرش نعرف النور الا ما نلمس الظلام ومع ذلك سورون ما قدرش يعمل لها غسيل مخ وجالادرل رفضت كلامه وبتحط الخنجر على رقابته وقالت له انها مش ممكن تكون في صفه ابدا لكنه بدأ بتهديدها انها لو ما قفتش معاه هيكون مصير البشر والجن سيء جدا وقال لها تقولي ايه للجن والبشر اللي وثقوا فيك وصدقوك لما يعرفوا ان سورون عاش بسببك لكنها تعهدت انه برضو هيموت على ايدها وبتقع في المية وهي مربوطة وبتغرق وبيغم عليها ولما بتصحى من الغيبوبة في المية بتلاقي ايروند جنبها وفتكرته هالبراند وهددته بالخنجر وبيكون هالبراند مش موجود وبتجرب سرعة على الورشة لانها خايفة من سورون على قوة المثريل لكنها بتلاقيه اختفى وقالت لهم انه مش هيرجع تاني ولو رجع محدش يتعامل معاه ابدا ويروند بيستغرب من كلامها لكنها قالت له لازم يثق في كلامها من غير اسئلة واقترحت على كليب رينبور انه يصنع تلات خواتم من المثريل لانه صنع قطع واحدة هتكون مخطرة كبيرة لو امتلكها شخص واحد انما تلاتة هتكون القوة متوازنة بحيث لو واحد فسد الاتنين التانيين يوقفوه وقال لهم ان قوة الخواتم دي هتكون ملكي للجن بس ومافيش جنس تاني يلمسها لكن المشكلة ان دمج العناصر صعب وكليب رينبور قال لها انهم محتاجين دهب وفضة من فالينور علشان يكمل الدمج والحصن الحظ ان الخنجر اللي معاها مصنوع من دهب وفضة فالينور وعناصر تانية ناقية وبنرجع لمخيم الهارفوتس بعد ما سودك مات ونوري بتكون قاعدة مع الغريب وقال لها انه لازم يروح منطقة رون بعد ما عارف حقيقته انه هو واحد من قوى الظلام لكن نوري فكرته ان كائنات الشريرة اللي كانت بتدور عليه تخدعوا فيه وندوه باسم الساحر وكلمة ساحر بلغة الهارفوتس يعني حكيم ومع ذلك اصر انه يسيبهم ويمشي علشان يكتشف حقيقته لكنها قالت له انها هتروح معاه وفعلا اهلها بيسمحولها تروح معاه وبيدوها دوم واكل ونوري بتودع الجميع بما فيهم بوبي وبتروح مع الغريب وبيقول لها انه مش عارف هيروح فين لكنه سعيد بالمغامرة معاها وقال لها لو حستي بالشك امشي وراء أنفك ودي طبعا جملة جاندلف المشهورة لكن بعد تعديل القصة هننتظر الموسم التاني ونتأكد لكن غالبا هيكون هو جاندلف وبنرجع لجالادريل بعد ما قابلت عدوها الحقيقي واحتفظت بالسر لنفسها لكن همها بيزيد لانها مستعجلة على حماية الارض الوسطى من أنقى العينات من الدهب والفضة علشان يدوب في الفرن وهي حزينة على فقدان الخنجر لكنها لازم تضحي وبيطلعوا المعدن السائل وإيروند حط المثريل في المعدن المنصهر وبدأ يندمج وتظهر قوته وكلهم بيبصولوا بانبهار بعدها كليبرنبور أخذ ثلاث عينات من المعدن وعمل ورشة عمل مع باقي الجن علشان يشكلوا الخواتم الثلاثة وفضلوا شغالين لساعات وإيروند بيكون منتظر بلهفة وبيروح عند النهر وبيشوف سجلات الأراضي الجنوبية اللي جلدرل رامتها وعرف إن هالبرند مكانش من ملوك الأراضي الجنوبية ورجع بسرعة علشان يتكلم مع جلدرل لكنه بيسكت لما لقاهم فعلا بيحتفلوا بصناعة الثلاث خواتم بنجاح وعلى قد ما كان فرحان على قد ما كان خايف وبتقع السجلات من إيده وبيبص الجلدرل بصة معناها إنه فيهم كل حاجة وأخيرا صنعوا ثلاث خواتم قوية تكفي لإنقاذ الجن تحت السماء وفي المشهد الأخير بيوصل هالبرند أو ساورون لبركان جبل موردور وهو بيبتسم ابتسامة خطيرة وراح علشان ياخد الجبل مقر لسلطته ودي نهاية المسم الأول من مسلسل خواتم السلطة ونتقابل في تلقيصة جديدة وشكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة